موسيقى مشاهدين متابعين الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان حيث ينطلق شوطن الثالث المخصص لفئة الجعدان المحليات رصائل اللقاية من المسافة هي الأربعة كيلومترات تحمل في تحديات هذا الشعار وتحمل في تحديات هذه الأسماء والشعارات الحاضرة في هذا التحدي الممتاز حيث ينطلق هذا الشوط وهذا الاسم المميز والرائع نبدأ مع الصدارة ونبدأ مع مقدمة هذا الشوط حيث يأتينا مقلوع لمحمد بن عبدالله بن رفيعة الأفلاسي يأتي على الصدارة ويأتي على المركز الأول بالانطلاق الممتاز وبالاندفاع الجميل المركز الثاني يأتينا مع المركز الثاني شاهين لمحمد بن مايد بن ثاني الأفلاسي يتواجد هنا في هذا التحدي المميز بن بنيشة في هذا الانطلاق الممتاز والرائع المركز الثالث وصلنا شاهين لهجنة الشباب بمتابعة سالم بن سعيد وأيضا المركز الرابع هناك الوصول في هذا التحدي من ناصر اسمه الشيقة عمار بن حميد النعيمي متامعة علي بن مهير بن بنيشة الاكتباء من يتابع هذا الشعار وهذا الاسم الغوي والرائع وأيضا المركز الرابع للوصول من حفيت لسحمي بن سعيد بن فلاحة الأحبابي من يقدم لنا حفيت في هذا الانطلاق وأيضا هنا ممثل المدام غادما بكل غوة مع شاهين العبد العزيز بن سعيد بن علي بن كليب الاكتباء على المركز الخامس والمركز السادس هنا الوصول في هذه اللحظات اللي وصل مياز خميس من صغير بن سعيد بن سعيد بن هلي الغادم بكل غوة وأيضا المركز السابع وصلنا الصياد لمحمد بن سلطان بن مطر من مرخان الاكتباء غادما بكل غوة مع هذا الشعار الممتاز والرائع والجميل وأيضا هناك الوصول في هذا الانطلاق من غازي لمحمد بن عبد الله بن علي بن رشيدة الاكتباء غادما بكل غوة على المركز الثامن والمركز التاسع وصل في هذه اللحظات اللي وصلنا في هذا الانطلاق حاتم لسالم بن حمد بن شميل الراشدي وتاسع المراكز اللي وصل أو عاشر المراكز وصلنا طحان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بن الغافرية الافلاسي مشاهدين متابعين الكرام يا من تتابعون هذا التحدي الممتاز والرائع والجميل نعود إلى الصدارة وإلى ناصي ناصي من انتصائل المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط للانطلاق الممتاز اسمو الشيخ عمار بن حمد النعيمي علي بن مهير بن بليشة الاكتباء من يتابع هذا الشعار ويتابع هذا الاسم الغوي الذي يأتي على الصدارة ويأتي على مقدمة هذا الشوط بالانطلاق الممتاز وبالآداء الجميل وبالتحدي الممتاز على بداية هذا الشوط على الانطلاق الأول وعلى التحدي الممتاز والرائع والجميل والمركز الثاني يتحرك في هذه اللحظات مقلوع محمد بن عبدالله بالرفيع الافلاسي راعي ظو من يتقدم مع المركز الثاني ليقدم لنا هذا الاسم وأيضا شاهين لهجن ند الشبا غادما بكل غوة لهجن ند الشبا بمتابعة سالم بن سعيد وأيضا المركز الرابع هناك الوصول والتحدي في هذا الانطلاق الجميل وفي هذا التحدي الممتاز على المركز الرابع وصلنا في هذه اللحظات بالأداء الجميل وبالتحدي الممتاز أحذيت سحمي من سعيد بن فلاح أهل أحبابي وخامس المراكز هناك الوصول مع حاتم سالم بن حمد بن شميل الراشتي ولكن ولكن أصوي راح راح ناصي راح راح مع الصدار راح والعصى في الأبطان العصى في الأبطان يبغي السلامات لهالي عجمان يبغي السلامات لعجمان دار الأمام بالفعل إذن هذا هو ناصي تعود ملكيته لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي علي بن مهير بن بليشة الكتبي من يتابع هذا الشعار ويتابع هذا الاسم العصى في الأبطان العصى في الأبطان العصى في الأبطان ما صدرت هي أوامر ولا تعليمات من علي بن مهير بن بليشة العصى في الأبطان إذن هذا هو ناصي سلالة المختبر سلالة المختبر من تأتي بهذا الانتاج الممتاز وسلالة ناصي المختبر تهدي بهذا الانتاج وتقدم لنا ناصي في هذا الشهوط يا سلام على هذه العروض ليقدمها ناصي مع المركز الأول لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي علي بن مهير بن بليش بن بليش هبلش الجميع بأداء ناصي بانطلاق ناصي باندفاع ناصي على المركز الأول ما صدرتين تعليمات ولا صدرتين أوامر العصا في البطان العصا قوس العصا قوس كنها تسلم على الغارب الأصيل راح ناصي راح بأول أشواط الجعدان اللقاية راح ناصي بلاداء الجميل بالتحدي الممتاز العصا في البطان العصا في البطان ذاخر النهل الليالي الثقال ذاخر النهل الليالي الثقال تهانين وناموز لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي والتهانين أيضا من غادة حين الفوز والانتصار علي بن مهير بن بليش ألك تهبي تهانين والناموز على هذا الفوز والانطلاق لحظات الوصول إلى خط نهاية معلنا هذا الفوز والانتصار المركز الثاني وأيضا التوقيت الزمنية يتحطم تحت أقدام ناصي هنا المركز الثاني وصلنا شاهين له جند الشباب متابعة سالم بسعيد وأيضا المركز الثاني لبر رفيعة المركز الخامس للمحمد صدام مرخان مركز الراء الخامس وصلنا حاتم لسالم بن حميد بن شمية الراجل يتحطم التوقيت تحت أقدام ناصي ست دقائق وست عشر ثانية تهانينة والناموز سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وأيضا التهنية موصولة من غادة إلى الفوز والانتصار في أول أشواط الجعدان علي بن مهير بن بليش على أكتبي من غدما ومن تابعة في هذا التحدي الممتاز أيضا يحظى على التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات ست دقائق وست عشر ثانية والعصاف الأبطان بدون أي توامر ولا تعليمات ذكرت من علي بن مهير بن بليش اشتركوا في القناة